مرحبا رحكمل الجاكيت وقالت لكم رح اشتغل الصدرين مع بعض وبعلقهم على سيخ واحد ضمت اول صدر وتاني صدر وكل واحد بخيط بفتح كبكوبة الصوف واحدة بما انه القطعة الصغيرة يعني فكبكوبة واحدة بتكفو حتى رح يزيد منها اني بطالع خيط من جوه والخيط اللي برا وبشتغل كل صدر بخيط ضمت هون 32 قطبة وهون 32 قطبة الريب له 3 جواز يعني 6 قطب وشتغلت لحد ما وصلت لعند الحفرة وانا بهالمرحلة كل ما عم بشتغل بقيس ما بستخدم يعني بقيس انه بشوف بصلت ما وصلت شون بدي اعرف مو عن طريق المزورة نهائيا لاني ممكن انه الخيط او الصوف يعني انه ياخد يعطي معي في عندي ادوار بقيسة بعد مثلا هون عندك هاي قطبة امامية بعد واحد يعني سهل العد فيه سهل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وهيك لحتى اوصل لطول اللي انا بدي اياه بحيس اتوافق مع الظهر وهيك انا وصلت وبعدين بلشت لحفرة الكم وحفرته مثل الظهر تماما ثلاثة اتنين واحد وضل عندي هون انا وصلت للعرض المطلوب بالنسبة اللي اشتعلته بالظهر كان عندي ست جواز وقطبة يعني تبتعش قطبة اربطعش قطبة تبتعش قطبة بالنص الياقة زائد عليها الست قطب اللي هنه الريب يعني هلأ زي بننعد بنعد واحد لين ثلاثة اربعة خمسة ستة هاي ريب نجح لياقة هنه للظهر كله كانت اربطعش قطبة ده اسم على اتنين لاني صدر بياخد بنص يعني تقسمية قسم الصدر اول قسم للصدر التاني فهون دي ضل عندي سبعة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ضل عندي الكتاف كل كتف اخذ تلتعش قطبة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشر داعش اتناش تلتعش هيك انا اياساتي وحساباتي كلها لهلأ مزبوطة جينا على شون بدي اعرف وين بدي اوصل صار وقت افتح عروة ناوي انا قلتلك احط اني زرين وكل شوي بحط الصدر عبضهر وبشوف صار مناسب هون بدي اياهن هون بدي اياهن هون بدي لحفرة الصدر وين بديها تكون غميئة غميئة كتير اقل الى اخر هي يعني الظهر عندي اياهوة مصدرتي بالاياس بالنسبة للي توفيرنا للوقت حفرت فتحت اول عروة وهي هون واجه دور هلأ العروة الثانية حشرح لك شوي عن العروة اول شي ع الوراء عنا الصدر بشكله هيك هذا هو الشكل الصدر صدر واحد في عنا هون قسم الريب بالعادة الريبة بتكون يا أما الأسطيق يا أما أطب أمامية يعني نقشتها على الأغلب يعني بتكون مختلفة على النقشة اللي بتكون باقي الأطعم وممكن تكون نفسها مثل هلأ أنا بجاكيتي نفسها بدي أفتح هون عندي أنا شقد ست أطب يعني قطبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالعادة لما نفتح العروة وهي أبسط أشكال فتح العروة يعني لسه فيه طرق تانية للعروة مثلا إذا كانت زر أكبر إذا مثلا العروة بالعرض العروة بالطول هلأ هاي أسهل الأشكال بحيس أني بدي أفتح العروة وين بدي أفتحها بدي تكون بنص الريبة عندي ست أطب يعني لازم أقطع ثلاث أطب وهون تكون العروة وبعدها ثلاث أطب يعني العروة تكون بين هالأطبتين هاي لأني أنا جاكاتي صغير فهي يعني رح تكون صغيرة بجاكاتي هون أنا عملت شغلة لما اشتريت الزر وهذا اللي توفر يعني ما لقيت انحكمت فيه جيت لما ركبت مو بدي أحفر عفوا بدي أشتغل بعد الثالث أطب عند الريبة ست أطب لما جيت بدي ركبت الزر حطيته هيك اللي عندي الزر معه عرض فطلع شوي برة منطقة الصدر يعني هون شايف طلع برة هالمنطقة لذلك أنا بما أنه الريب والنقشة وحدة فدخلت أطبة زيادة وهذا الشي ما بيأثر عندي هون لأني كله نفس الأطبة يعني يمكن إذا مثلا الريب مختلف أو النقشة مختلفة عن الريب هذا الزر لازم يكون بمنطقة الريب فقط فرح يطلع على منطقة الصدر وهذا الشي موصح الأصول أني الزر أو العروة عفوا تركب بنص تفتحية بنص الريب والزر كمان بدي يركب بنص الريب الطرف الثاني هلأ هون أنا لأني عندي أريحية بإني قطبتي نفس الشي فما رح يظهر هالشي شو عملت اشتغلت واحد اتنين ثلاث اربعة وهون فتحت الأول وكملت كملت لأني بقي النقشة نفس الشي وهذا الزر عندي هيك أصدق أنا لما حطيته هيك طلع من هالمنطقة برا شي بسيط يعني لكن بالنسبة لإذا عجني ما ريحني شكله فهذا دخلت قطبة زيادة وصار هناك كي ممكن نحطه بالطول ما حبيته لذلك عملت هالحركة ولا أنا بحكي لك على الأصول لازم بالنص تكون العروة هلا منيجي عالشغل شوان بدنا نشتغل العروة بسم الله من باشر طبعا أنا هاي أول عروة وهلا أجد دور العروة الثاني من باشر وقلت لك بشتغل الصدرين مع بعض بمسك أول خيط وبشتغل أول صدر وطب أمامي طبعا في طرف فيه عراوي وفي طرف الثاني فيه الزرار بالنسبة للبنات العراوي لازم تكون على طرف اليمين وبالنسبة للصبيان لازم تكون على طرف اليسار هلا أنا هاي كان بشتغل الصدر اللي فيه الزرار ضل عندي اتنين اربعة ستة هاشتغل كمان قطبتين واحط علامة بحيس انه افصل الريبة افصل الريبة بالعدد يعني لأني بعد شوي رح نحفر ونميزة عن مناطق اللي بدنا نحفر فيها هاي عندي صعر ستة اطاب وهاج الياقة مع الكتف نجي على صدرة الثاني بترك الخيط هني خلص بأشرت كأني عم بشتغل قطعة لوحدة كمان واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة افون بدي افتح عروة اتنين اربعة بالعادة قلتلك عند التالتة اذا كانت الريبة ست قطب اذا عشر قطب عند الخامسة وهكذا بالنسبة لهون حالة استثنائية رح اعمل بالربعة العروة هي عبارة عن اجورة ابسط انواع العراوي بترفع الخيط وبتشتغلي قطبتين ما باب هاي لاني قطبتين امامية ما رفعت الخيط واشتغلت قطبتين مع بعض اذا كانت قطبتين خلفية بنزل الخيط وبشتغل قطبتين مع بعض عالطريقة الخلفية بحيس اني الخيط تحت بنزله لتحت وبشتغل مشان يصير عندي هلف فيهاي وتفتح معي عروة هلا انا القطب عندي امامية فرفعت الخيط ولفيت لفة يعني اشتغلت اجورة وبكمل قبل ما اكمل واحد اثنين ثلاث اربع خمس ستة وهيك انا صرت خاص الريد ولا اكمل وهيك لآخر الدور بكون خلصت فتح العروة بالرجعة اللي بدي اعمله بس اني بدي اشتغل مكان الاجورة بالف بالف شغلي وطب امامية وصلت هاي هي الاجورة بشتغلة كاني اطب امامية وفتحت معي العروة هاي هي عروتي بكمل الصدر الثاني هلا هيك لآخر الدور وبكون خلصت سطر كمان وهلا بدي اكمل هلا هون صارت عندي العروة ما هو رح اكمل دورين لوحدي لانه يعني الزر مو معولكم باخر دور لازم كمان شي دورين وبشوفكم بس وصلت لمحل بدي احفر فيه الياء برجع لكم